اشتركوا في القناة أما بعد فكنا أنتهينا من الكلام على الحديث الشاد ووقفنا على الحديث المنكر ونبدأ بالقراءة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين قال الحافظ رحمه الله وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر مثاله ما رواه بن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه لأن بينهم اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم طيب إذن بانا وتضحرنا بهذا الذي قرئ علينا أن التصاق المنكر بالشاذ هو الأولى من حيث الترتيب لأنه كما قال الحافظ بينهما عموما وخصوص بحكم أنهما يشتركاني في المخالفة كما أنهما أيضا يشتركاني في التفرد عند من يعرف الشاذ أو المنكر بالتفرد كما سأبينه ويفترقاني بأن الشاذ يختص برواية المقبول والمنكر يختص برواية غير المقبول من ضعيف ومجهول الحال ونحو ذلك يقول إن وقعت المخالفة مع الضعف إذن هذا بناء على أحد التعريفين للمنكر يعني مع قيد المخالفة فالمنكر هناك من عرفه بأنه ما يتفرد به الضعيف أو المستور ومجهول الحال وكل هؤلاء الذين لا يحتمل تفرد الواحد منهم ومعنى لا يحتمل أي أنه لا يحتج به على الانفراد فمن أهل العلم من يطلق على رواية هذا الصنف النكار وإن لم يكن هناك مخالفة وليس معنى هذا أن كل ما يرويه الضعيف أو المجهول أو مجهول الحال أو نحو ذلك أنه يقال له منكر بل يختص وصف النكارة بوجود أمر آخر مع الضعف بمعنى أن رواية هذا الصنف تكون ضعيفة لكن تكتسب وصف النكارة إذا كان هناك أمر زائد مثل أن يكون هذا الضعيف أو نحوه تفرد عن إمام واسع الحديث واسع الرواية فيستنكر ها هنا تفرده عن ذلك الإمام الذي له تلاميذ كثر وهو ممن يجمع حديثه ويحرص على الرواية عنه ويكون ذلك المتن الذي حدث به هذا الضعيف أو نحوه من الموتون التي إما تحتاجها الأمة وإما في ألفاظها ومعانيها ركاكة ويمثلون لهذا بما رواه أبو زكير يحيى أبو محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل البلحة بالتمر فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم قال يا ويله عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد فهشام بن عروة واسع الحديث واسع الرواية من من يحرص على جمع حديثه وله تلاميذ كثر كلهم من الأئمة الكبار سفيان الثوري سفيان بن عيينة وأبي أسامة حمد ابن أبي أسامة وأمثال هؤلاء الكبر وكيع بن الجراح وأمثال هؤلاء فأين هؤلاء كلهم عن هذا الحديث الذي لا يرويه إلا أبو زكير هذا وأبو زكير رجل صالح عدل في نفسه إلا أنه متكلم فيه من جهة حفظه ومسلم أخرج له في المتابعات والشواهد ولم يحتج به فهو الذي يتحمل تبعة هذا الحديث فاستنكر من حديثه هذا هذا المتن الذي يرى فيه أنه ليس من المتون التي من عادتها أن تخرج من مشكات النبوة في مدح مثل هذه الأطعمة وهكذا ومع ذلك فقد تفرد به عن هذا الإمام وهو هشام ابن عروه بهذا الإسناد الذي لو كان موجودا لكان إسنادا كالشمس فرواية هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه محتج بها عند الأئمة كله لكن من الذي يرويه عن هشام هذا إذا كان الراوي عنه من الرواة المعروفين أما أبو زكير هذا فإن روايته هذه تستنكر ولذلك حينما أخرج النسائي هذا الحديث قال عنه هذا حديث منكر لهذا السبب الذي أوضحته وبينته مع العلم أنه لا مخالفة فيه يعني لم يشارك أحد أبو زكير في هذا الحديث فيرويه على خلاف ما رواه عليه إما مثلا بإرساله أو وقفه أو نحو ذلك لا ليس هناك إلا رواية أبي زكير هذا فإذا هذا يسمى تفرد وهذا يصلح مثالا جيدا لمن عرف المنكر بأنه ما يتفرد به الضعيف ونحوه التعريف الثاني للمنكر من عرفه بقيد المخالفة كما هو موجود عندنا ها هنا وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه وحينما يقال لمن هو أولى منه فإنه قد يكون ضعيفا ولكن ضعفه أخف من ضعف هذا أو قد يكون صدوقا أو قد يكون ثقة فمن هو أولى منه تنصرف لكل من كانت حاله أحسن من حال هذا سواء كان ثقة أو من دونه إذن هنا بقيد المخالفة ووصف الحديث المنكر الذي فيه المخالفة أو وصف الحديث بالنكارة وهو الحديث الذي فيه المخالفة هذا يقول به الجميع حتى من يرى أن المنكر ما يتفرد به الثقة فإذا حصل تفرد مع مخالفة فمن باب أولى أن يطلق عليه وصف النكارة ولكن يبقى السؤال هل يطلق عليه وصف النكارة مع عدم وجود المخالفة وإنما بوجود التفرد الجواب نعم عند طائفة من أهل العلم وهذا كثير في كتب العلل وخاصة كتاب العلل لابن أبي حاتم فإنه كثيرا ما يطلق أبي حاتم الرازي وصف النكارة على حديث فيه تفرد من لا يحتمل تفرده وهذا بيّن لمن أراد الآن مع وجود الحاسب الآلي بإمكانك أن تفتح هذا الكتاب كتاب العلل لابن أبي حاتم وتطلب لفظة منكر ثم تتبعها في هذا الكتاب ستجد أنها كثيرة وانظر للأمثلة التي جاءت فيها هذه اللفظة ستجد أن كثيرا منها كله بسبب التفرد فقط وليس هناك وليس هناك مخالفة والله تعالى أعلم ما الذي يقابل المنكر نتذكر هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر فالذي يقابل المنكر هو المعروف وهذا موجود في كلامهم مثل هذا المثال الذي معنا حينما يقال والمعروف بمعنى والراجح هو كذا حينما يقول والمعروف كذا أي أن هذا هو الصواب والراجح إلى آخر ما هناك المثال الذي مثل به الحافظ ها هنا مثال على التفرد مع المخالفة ومثل ما رأيتم أنه من رواية حبيب بن حبيب الزيات أخو حمزة الزيات وحمزة هو أحد القراء المعروفين وهو من الرواة عن أبي إسحاق السبيعي ويروي عني حبيب فحبيب يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار بن حريف عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي ترونه أمامكم اللفظ اللفظ ليس فيه نكارة اللفظ من الألفاظ التي دلت عليها أدلة كثيرة فليس فيه نكارة ولكن النكارتها هنا بسبب مخالفة حبيب لباقي الرواة عن أبي إسحاق السبيعي وهم أولى بأن تقبل روايتهم من حبيب هذا لأن حبيب لا يساويهم في مكانته في الحديث فهو راو ليس بذاك المشهور في الحديث ويبدو أنه متكلم في حفظه أيضا فقد خالف من هو أولى منه حينما رووا هذا الحديث موقوفا على ابن عباس إذن صار الاختلاف هنا ب رفع الموقوف يعني أن الصار في هذا الحديث أنه موقوف وحبيب رفعه وهذا الرفع لا يختمل منه فوصف بالنكارة كما قال أبو حاتم الرازي ثم قال لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف إذن بان واتضح عندنا بالمثالين المثال الذي ذكره الحافظ فيما يتعلق بالمخالفة والمثال الذي ذكرته فيما يتعلق بالتفرد أن المنكر يطلق على هذين المعنيين وقال بعد ذلك الحافظ إن بينهما عموما وخصوصا نعم هما يشتركان في التفرد وفي المخالفة على ما بينته فسبقا بيّنت أن الشاذ يطلقه بعضهم على ما يتفرد به الثقة وإن كان الإمام الشافعي رأى خلاف هذا لكن هناك من عبر بهذا التعبير سواء كان في عصر الإمام الشافعي أو قبله أو من بعده كما قلناه عن أبي عبد الله الحاكم وتلميذه الخليلي والإمام الشافعي رجح أن الشاذ ما يروهه الثقة مخالفا من هو أوثق منه وبان بهذا أن التفرد يطلق على رواية أو على الشذوذ والنكارة كما أنه مع المخالفة يطلق على الشذوذ والنكارة وصار هنا بينهما عموما وخصوصا فهما يشتركان في التفرد ويشتركان في المخالفة ولكن يختلفان بأن الشاذ هو رواية الثقة أو رواية المقبول عموما والمنكر رواية الضعيف ونحوه والله تعالى أعلم يقول وقد غفل من سوى بينهما غفل من سوى بين الشاذ والمنكر الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التسوية ليس المراد بها من كل وجه وإنما مثل ما ذكره ابن الصلاح ونقاله عن بعض أهل العلم أن منهم من يطلق على الشاذ وصف النكارة وهذا صحيح بل هو الأغلب عند العلماء المتقدمين فإنك يندر أن تجد واحدا منهم وصف الحديث بالشذوث وإنما يطلقون عليه وصف النكارة حتى ولو كان من رواية الثقة مثل ما يتفرد به ثقة تفردا لا يحتمل أو يخالف فيه الثقة من هو أكثر عددا أو أكثر أو أوثق منه فإنهم يطلقون على روايته وصف النكارة فقول الحافظ هنا غفل لعله يعني أن هناك من قد يسوي بينهما في الحكم ومما لا شك فيه أن رواية الثقة أخف ضعفا من رواية الضعيف سواء في التفرد أو في المقالفة لكن يبدو والله تعالى أعلم أنه لهس هناك من سوى بينهما في درجة الضعف وإن وجد فهذا اجتهاد ويمكن أن يكون اجتهاده مقبولا على الاعتبار أن كلا الحديثين مردود كلاهما يشتركان في الرد وكلاهما خطأ فبناء على هذا يمكن أن يكون معذورا من سوى بينهما في الدرجة وأما من أطلق على الشاد وصف النكارة فهذا موجود كثيرا في كلام أهل العلم والله تعالى أعلم تفضل عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ترواه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح بن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا ثلاثين ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكمل عدة شعبان ثلاثين وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم طيب إذن هذا الكلام الذي مر معنا يتعلق بثلاث تسميات وجدت عند أهل الحديث وهي وهي الاعتبار والمتابع والشاهد وقد عنونا لها في كتب علوم الحديث سواء في كتاب ابن الصلاح أو غيره معرفة الاعتبار والمتابع والشاهد فهل فهل هذا يعني أن أمامنا ثلاثة أنواع من علوم الحديث أو ثلاثة أقسام وأن الاعتبار قسم كما أن المتابع قسم والشاهد قسم فالجواب أنها هي عبارة عن ثلاثة أنواع لكن ليس الاعتبار قسيم لهم بمعنى أن يقال أن هذه ثلاثة أقسام تشترك في معنى وقد تختلف في معاني بل الاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها لمعرفة المتابع والشاهد وذلك أنك حينما تخرج حديثا من الأحاديث أو تسأل عن حديث من الأحاديث هل هو صحيح أو لا فأنت تريد أن تتثبت من هذا الحديث فالخطوات التي تقوم بها أن تجمع طرق هذا الحديث إذ قد يكون الإسناد الذي أمامك ظاهره الصحة ولكن قد تخشى أنه إذا جمعت الطرق إن كشفت علته بأن يكون الصواب فيه الإرسال أو الوقف أو وجود راو في الإسناد إما سقط أو أبدل براو آخر وهذا الراوي ضعيف إلى آخر ما هناك من أجناس العلل التي ترد وهذا لا ينكشف إلا بتتبع الطرق أو ربما كان العكس فقد يكون الإسناد الذي أمامك فيه ضعف إما بوجود راو ضعيف أو بوجود سقط أو التخوف من وجود سقط كالتدليس والإرسال الخفي ونحو ذلك فتريد أن تتثبت فربما إذا جمع الطرق هذا الحديث زالت تلك العلة إذن لا بد من جمع الطرق وأنت لا تدري هل لهذا الحديث طرق أو لا وربما كان تأكيدك على هذا الحديث بحكم أن هناك راويا تفرد به وهو الذي تريد أن تكتشف هل شاركه في الرواية أحد أو لا فتبدأ بتخريج الحديث وجمع طرقه فربما حصل عندك هذا أو ذاك أي ربما أنك بعد أن استوعبت البحث في هذا الحديث لم تجد أحدا تابع هذا الراوي عليه فتقضي في هذه الحال بأن هذا الراوي قد تفرد بهذا الحديث وربما أنك بعد البحث وجدت من يتابع هذا الراوي وعلى أي الحالين في قيامك بالبحث والتفتيش لتنظر هل الحديث الفرد هذا من المتابع يسمى الاعتبار أي أنك اعتبرت هذا الحديث فجمعت طرقه وسبرتها ونظرت فخرجت بالنتيجة التي خرجت بها إما بعدم وجود متابع أو بوجود المتابع هذه تسمى الاعتبار هذه الطريقة التي قمت بها تسمى الاعتبار أنت خلاص اعتبرت هذا الحديث بعد الاعتبار ربما لم تجد شيئا فتحكم بأن هذا الراوي قد تفرد بهذا الحديث وتستطيع من خلاله أن تطرق حكمك على هذا الحديث وإذا وجدت له متابعا أو شاهدا فأنت تحتاج إلى جهد آخر للنظر في هذه المتابعة وهذا الشاهد هل يمكن أن يصح به الحديث أو هذه الطرق تكشف علة ذلك الحديث كل هذا وارد فهذا كله يدخل في المتابعة والشاهد فربما وجدت من تابع هذا الراوي وربما لم تجد ولكن وجدت للحديث ما يشهد له وبان بهذا أن عندنا ما يسمى المتابع وعندنا ما يسمى الشاهد والأصل والمشهور والمعروف والأكثر استعمالا عند أهل الحديث أن المتابعة تطلق على ما إذا اتحدى الصحابي وأما الشاهد فيطلق على اختلاف الصحابي فإذا كان هذا الحديث من رواية بن عمر ووجدته مروية من حديث بن عباس وأبي هريرة فإن حديث بن عباس وأبي هريرة يكونان شاهدين لحديث بن عمر لأن الصحابي قد اختلف فذلك من حديث بن عمر وهذا من حديث أبي هريرة وهذا من حديث بن عباس وإن وجد متابعات لرواة حديث بن عمر فإن هذه مدامة كلها مرتبطة بالصحابي نفسه تسمى متابعات ولكن المتابعات على قسمه فإما أن تكون المتابعة من أول الإسنات يعني في الراوي الأول فهذه تسمى متابعة تامة وهي التي يحرص عليها المحدثون خاصة إذا جاءت في الراوي محل البحث مثل المثال الذي مثل به فالراوي محل البحث عندنا هو الإمام الشافعي وسنؤكد عليه إن شاء الله تعالى وأما إذا كانت المتابعة من أعلى فإنها تسمى المتابعة القاصرة وربما كانت المتابعة أشد قصوراً من متابعة أخرى مع اشتراكهما في الوصف فإذا كانت المتابعة لم تأتي في الراوي الأول وإنما جاءت في الراوي الثاني وهناك متابعة جاءت في الراوي الثالث فالمتابعة التي جاءت في الراوي الثاني أقوى من المتابعة التي جاءت في الراوي الثالث والمتابعة التي في الراوي الثالث أشد قصوراً من المتابعة التي جاءت في الراوي الثاني بالمثال يتأكد هذا الذي ذكرناه فالمثال الذي اختاره الحافظ هنا من أرواع الأمثلة في الحقيقة ويختلف عن بعض الأمثلة التي جاءت في الكتب التي تقدمت الحافظة بن حجر وربما أيضاً بعض الكتب التي جاءت بعده حينما مثلوا برواية لحماد بن سلمة عن أيوب السختياني ونحن ذلك هذه أفضل لأنها جمعت كل ما نريده والظاهر أن الحافظ بن حجر هو الذي اجتهد وجاء بهذا المثال لأنني لم أقف عليه عند غيره وقد يكون وقف عليه عند إمام آخر ولكن أنا لم أطلع عليه وإنما أنا ما وجدته إلا عند الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه وسواء وجد عند إمام آخر أو عند الحافظ في الأمر سيان ولكن المقصود أن انتقاء هذا الحديث من الجودة بما كان لماذا؟ لأن الحديث الذي اشتهر عن الإمام مالك وهو الذي يوجد في موطائه باللفظ الذي رأيتم الإشارة إليه وهو فإن غم عليكم فقدروا له الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فقدروا له هذه هي الرواية المشهورة عن الإمام مالك بهذا الإسناد يعني من رواية مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر والإمام الشافعي فقيه وعادت الفقيه أنه يُعنى بالألفاظ مثل الصيرفي صاحب الاختصاص وسواء كان الاختصاص في الصيرفي أو في غيره ولعلكم تتذكرون حديث ابن عمر لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب الصيد والماشية فقالوا إن أبا هريرة يزيد فيه والزرع ماذا قال ابن عمر؟ قال إن أبا هريرة صاحب زرع يعني هو أدعى أن يكون حفظ هذه الزيادة يقول هذه الزيادة ليست عندي فما دام أبو هريرة حفظها فيعتمد على حفظه لأنه صاحب زرع يعني صاحب اقتصاص فصاحب الاختصاص دائما يُعنى باختصاصه فالإمام الشافعي رحمه الله فقيه يفرق بين معنى فأكملوا العدة ثلاثين وبين معنى فاقدروا له أقدروا له هذه كلمة عامة ويمكن أن تفسر على الوجهين على إكمال العدة ثلاثين وعلى أيضا جعل الشهر تسعة وعشرين يوما لحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فكل هذا محتمل والأخذ بالشيء المنصوص عليه وما يسمى بالدلالة اللفظية أقوى من الدلالة الظنية التي تعتمد على الأفهام فالإمام الشافعي حينما رواه هذا عن الإمام مالك اختار هذا اللفظ الدقيق في التعبير وهو فأكملوا العدة ثلاثين ولكن هناك من ظن أن الإمام الشافعي قد أخطأ في روايته عن مالك لأن مالكا شيخ للشافعي فصارت الحاجة الآن داعية للبحث والتفتيش وهو ما نسميه الاعتبار فقاموا باعتبار هذه الرواية هل توبع الشافعي وبعد النظر وجدوا أن عبد الله بن مسلمها القعنبي وهو أحد الرواة لموطأ الإمام مالك قد تابع الإمام الشافعي على هذا اللفظ فذكره كما ذكره الإمام الشافعي ورواه عن من؟ عن مالك فصارت المتابعة الآن متابعة تامة لأنها جاءت للشافعي يعني المتابعة جاءت للإمام الشافعي نفسه وهذه المتابعة كما قلت أقوى لماذا؟ لأنها ترفع عن الراوي الذي أردنا اعتبار حديثه أردنا اعتبار حديثه ترفع عنه التفرد الذي يمكن أن يلام لأجله أو يحمل تبعته تبعته وهذا كثير عند المحدثين فإن الراوي إذا تفرد بشيء سواء كان تفرداً مطلقاً أو تفرداً مع وجود المخالفة فإنهم يحملون الراوي الأدنى الذي يظن أنه هو الذي حصلت منه المخالفة وأما من فوقه فإنه إن وجد هناك من رواه عنه على الوجه الآخر فإن المخالفة الآن تشتد على الراوي الأول مثل مالك والشافعي هنا فقد يقول قائل لماذا نحمل الشافعي التبعة لماذا لا نحملها مالكاً فالجواب أن مالكاً رواه عنه عدد بذلك اللفظ فدل هذا على أن الذي يتحمل التبعة هنا هو الإمام الشافعي فلما جاءت متابعة عبد الله بن مسلمة القعنبي رفعت عن الإمام الشافعي التبعة في هذا الحديث ودل هذا على أن الإمام الشافعي قد حفظ وتأكد هذا بوجود المتابعات القاصرة والشواهد فعند بن خزيمة رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه محمد بن زيد وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر فهذه تسمى متابعة قاصرة لأنها جاءت في من؟ جاءت في الصحابي في عبد الله بن عمر وإلا لو وجدنا رواية عن عبد الله بن دينار لكانت أي لكانت أتم من هذه وتكون هذه أقصر من تلك لكن ما وجدنا رواية عن عبد الله بن دينار إنما جاءت الرواية عن عبد الله بن عمر كذلك أيضا هناك متابعة قاصرة أخرى وهي رواية نافع عن ابن عمر وكل هؤلاء رووه إما لفظا أو بنحوه فرواية عاصم بن محمد جاءت هكذا فكملوا ثلاثين وهي بنفس المعنى فهناك فأكملوا عدة ثلاثين وهنا يقول فكملوا ثلاثين الاختلاف لفظي وأما المعنى فواحد وأما رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر التي في صحيح مسلم فبلفظ فقدروا ثلاثين يعني فقدروا المدة أو العدة ثلاثين يوما هذه أيضا تشترك مع تلك الرواية في المعنى مع اختلاف اللفظ اختلافا يسيرا والمعنى واحد فهذه كلها تسمى متابعات قاصرة لأنها لم تأتي في الإمام مالك بالنسبة للمتابعات وجدنا هاتين المتابعتين إحداهما باللفظ والأخرى بالمعنى فمتابعة عبد الله بن عباس التي رواها النسائي من طريق عبد الله من طريق محمد بن حنين عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظ اللفظ الذي رواه الإمام الشافعي من رواية عبد الله بن دينار فهذه وافق تلك الرواية في اللفظ لكنها خالفتها في وليست مخالفة ولكنها جاءت بإسناد آخر كذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث بهريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذه جاءت بالمعنى ولكن اللفظ فيه بعض الاختلاف الذي ظهر لنا بالنسبة لاختلاف اللفظ لا شك أن اللفظ إذا اتفق فهذا أولى لأنه يدل على توافق الرواة في حفظ ذلك اللفظ والإتيام به أما إذا اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فهذا يكون بسبب الرواية بالمعنى وهذه جائزة إذا كان الراوي يعرف ما يحيل المعاني من الألفاظ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الرواية بالمعنى هذا بالنظر إلى الأسانيد بالنسبة للمتابعة والشاهد والمتابعة التامة هو المتابعة القاصرة لكن هناك كما أشار الحافظ من ذهب إلى أن الاعتبار باللفظ فإن وجدت الرواية توافق الرواية الأولى في اللفظ فإنها هي المتابعة وإن وجدت رواية توافقها في المعنى ويختلف اللفظ فهي الشاهد سواء كان الصحابي متحداً في الأمرين أو مختلفاً وهو الذي وجدناه يستعمل كثيراً والله تعالى أعلم طيب ما الفائدة التي تحصل من هذا المبحث قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة إذن هذا الذي تقدم معنا من معرفة الاعتبار والمتابع والشاهد أيضاً يفيد في حال تعارض الروايات وتعارض الأحاديث وننظر هل يثبت هذا اللفظ أو لا مثل ما ذكرناه عن الإمام الشافعي رحمه الله فإن رواية الآخرين عن مالك قد عارضت رواية الشافعي فرواية الشافعي نص فيها على إكمال عدة ثلاثين وأولئك يقولون فاقدروا له فلما وجدنا هناك من تابع الشافعي فإن هذه المتابعة تفيد ويتبين لنا أن لا تعارض فيمكن أن يحمل لفظ فاقدروا له على لفظ فأكملوا العدة ثلاثين مثل ما جاء في بعض الروايات فاقدروا ثلاثين والله تعالى أعلم مع العلم أن هناك خلافا في المسألة لكن نقول بهذه الصفة يمكن أن يجمع بين الروايات تفضل الذي بعده ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا فالثاني لا أثر له لأن القوية لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لألا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو هذا طيب عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجده ويصل إلينا لا يخلو من أحد حالي إما أن يكون إذا نظرنا إليه وإذا به محكم يعني ليس فيه اختلاف ولا معارضة مثل حديث إنما العمال بالنيات لا إشكال فيه فهذا يقال لأنه حديث محكم وإما أن يكون هذا الحديث فيه ما يعارضه ويشكل متنه بسبب وجود ذلك المعارض فهذا يتطلب جهدا لإزالة ذلك الإشكال الذي حدث بسبب هذه المعارضة وهذا الجهد في الأعم الأغلب يتطلب من يجمع بين الفقه والحديث وهذا هو الذي كان عليه عموم جهابذة علماء الحديث فالإمام مالك ممن جمع بين الفقه والحديث والإمام الشافعي ممن جمع بين الفقه والحديث وهكذا الإمام أحمد إذن ثلاثة أئمة من الأئمة المتبوعين كلهم ممن جمع بين الفقه والحديث وهكذا لو جئنا لأصحاب الكتب الستة فطريقتهم في التصنيف تدل على أنهم من فقهاء المحدثين ممن جمع بين الفقه والحديث وبعضهم يظهر هذا بارزا عنده بشكل واضح مثل ما ذكرناه عن الإمام البخاري وإعجاب كثير من أهل العلم بصحيحه بسبب وجود الصنعة الفقهية فيه كما توجد الصنعة الحديثية وهكذا بعض الكتب الأخرى مثل جامع الترمذي فجامع الترمذي فيه هذه الإضافات الفقهية التي تتجلى وتتضح في تعقيبات الترمذي على الأحاديث حينما يقرر وينقل عن الأئمة ويعنى بالاختلاف أيضا في المسألة وأدلة ذلك الاختلاف ويناقش فكتابه أعجب كثيرا من أهل العلم لجمعه بين الفقه والحديث خاصة أنه يعنى بأقوال فقهائها للحديث نجده أكثر ما يعنى بالثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحم الله الجميع هؤلاء هم الذين أكثر من النقل عنهم وقد ينقل عن غيرهم من من لم يكثر عنهم هذا الإكثار ربما نقل مثلا عن وكيع أو عن غيره من بعض أيضا علماء الحديث ولكن عنايته أكثر بهؤلاء الذين أسميت نعم والإمام مالك يعنى بالنقل عن الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق هؤلاء الخمسة يعنى بالنقل عنهم كثيرا كما هو واضح من كتابه كذلك أيضا كتاب أبي داود كتاب السنن فإن الصنعة الفقهية فيه واضحة ولهذا أعجب من أهل العلم وعده بعضهم من الكتب التي صنفت في أدلة المذهب الحنبلي هذا دليل على أنه عني بالصنعة الفقهية التي تنبع من الأحاديث والتبويب عليها وهذا الترتيب وهكذا أيضا بالنسبة للنساء فتبويبات النساء دال على فقه رحمة الله تعالى عليه بالإضافة للصنعة الحديثية التي أودعها في كتابه من خلال التعليلات التي يعلل بها الحديث أو الكلام في الرواة جرحا وتعديلا إذا احتاج إلى ذلك والتبويبات التي يبوب بها مع ذكر الاختلاف في الحديث نجد أنه مشوب بالصنعة الفقهية لأنه يريد أن يمحص ذلك الحديث حتى يسلم المعنى الذي يستنبط منه أو يكون خلافه فهؤلاء منفقها أهل الحديث كما أن كثيرا ممن جاء بعدهم أيضا هم بهذه الصفة وعددهم كثير يعني لا نستطيع إحصاءهم مثل ابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن حبان والدار قطني والبيهقي فكلهم أيضا ممن سار هذا المسير من حيث وجود الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية في مؤلفاتهم هؤلاء هم الذين يستفاد منهم في إزالة الإشكالات التي ترد خاصة من انبرى لهذا وعرف أن من انبرى لهذا الإمام الشافعي حينما ألف كتاب اختلاف الحديث وهذا الكتاب مطبوع وكذلك أيضا ابن قتيبة الدينوري في كتابه تأويل مختلف الحديث كذلك الطحاوي في كتابه مشكل الآثار هؤلاء من أكثر من برع في هذا حينما صنف مصنف مستقلا وكتاب الطحاوي كبير الحجم أكبر من الكتب السابقة لكن الطحاوي لم يقتصر فقط على المختلف الحديث يعني الحديث الذي له معارض وإنما يعمد أيضا للأحاديث التي ليس لها معارض ولكن متونها مشكلة يعني فيها بعض الغموض الذي يحتاج إلى تجلية ولذلك وسع المعنى بقوله مشكل الحديث فكتابه ليس مقتصرا على مختلف الحديث وإنما يضمن أيضا مشكل الحديث مشكل الحديث هو الحديث الذي فيه معناه إشكال وإن لم يكن له معارض أما مختلف الحديث فهو الحديث الذي له معارض ممن عرف ببراعته في هذا ابن خزيمة رحمه الله وتعالى وتأثر به تلميذه ابن هبان وهذا واضح في كتابيهما فلو نظرنا في صحيح ابن خزيمة فإن تبويبات ابن خزيمة تبويبات تتسم بالطول وهذا الطول فيه معاني جيدة أحيانا يزيل الإشكال من خلال ذلك التبويب وأحيانا يكون هذا التبويب مرتبطا بالباب الذي يليه أو ببعض التعقيبات التي يذكرها بعض الأحاديث وكلها بمجملها تزيل الإشكال وإذا أردت مثالا جيدا عند ابن خزيمة فانظر في كلامه على ليلة القدر فإنه أطال النفس في ذكر الأحاديث التي وردت في ليلة القدر ورتبها ليخلص بنتيجة ما هي النتيجة التي خلص بها ابن خزيمة أن ليلة القدر تتنقل بين ليالي العشر كلها وتتحرى في الليالي الوتر فهو ممن يرى أنها ليست مقتصة بليلة بعينها لكنه خلص بهذا الذي خلص إليه حينما جاء بكل الأحاديث حتى وصل إلى هذه النتيجة تلميذه ابن حبان متأثر به أيضا في هذا من خلال تبويباته التي نراها في صحيحه فهؤلاء ممن يعنى بهذا الشأن طيب إذن نعرف أن الحديث المحكم هو الذي ليس له معارض وليس فيه معناه إشكال فهو حديث صحيح يستفاد من معناه مباشرة وأما الحديث الذي له معارض فإن هذا المعارض إما أن يمكن أن يجمع بينه وبين ذاك الحديث وإما أن لا يمكن الجمع يعني المسألة لا تخلو من أحد هذين الأمرين إما أن يمكن الجمع والتوفيق أو لا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع والتوفيق بين الحديثين أو مجموعة الأحاديث التي حصل بينها تعارض وينبغي أن يقصر التعارض هنا على التعارض الظاهر فإن التعارض ينبغي أن يكون هكذا التعارض في الظاهر يعني فيما ظهر لنا لأنه في حققته ليس بتعارض وإنما التعارض من جهتنا نحن إما لقصور أفهامنا أو لغير ذلك من الاعتبارات وأما في حقيقته فإنه لا تعارض لأن النصوص الوحي لا تتعارض مع بعض فلابد أن يكون هناك معنى صحيح يمكن أن تفهم بمجبه هذه النصوص كلها طيب إذن إذا أمكن الجمع فهذا مختلف الحديث إذن نستطيع أن نعرف مختلف الحديث بأنه الحديث الذي عورض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أو التوفيق ولا يقال الترجيح تنبه لأن وجدت بعض الإخوة يظن أن الترجيح يدخل في مختلف الحديث والترجيح لا ليس بداخل في مختلف الحديث مختلف الحديث هو الذي يجمع ويوفق بين الأحاديث لكن إن لم يمكن الجمع فإننا ننتقل بعد ذلك نقلة أخرى وهي المتعلقة بالترجيح وهذا سيئة الكلام عليه عرفنا ما هو مختلف الحديث هو الحديث الذي عورض بمثله أو هو الحديث الصحيح المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أو التوفيق وحينما نقول الصحيح لأن الحديث الضعيف لا ينبغي أن يشتغل به وإن كان هناك من أهل العلم من يحاول أن يجمع على فرض ثبوته يعني على فرض ثبوت ذلك الحديث فإنهم يزيلون الإشكال عن معنى فهذا تحصيل حاصل لكن الذي يهمنا هو الحديث الصحيح فالحديث الصحيح إذا عورض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أو التوفيق فإن هذا هو مختلف الحديث ذكر المثال الذي يمثل به ابن الصلاح وهو حديث لا عدوى ولا طيرة وما ورد في معناه من الأحاديث مثل الحديث الذي جاء به في قصة الرجل الذي ذكر العبل ويكون فيها الجمل الأجرب فيعديها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعداء الأول فهو صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن ينفي عنه القول بالعدوى رأينا هذا الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها تعاب وهو حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد طيب فر من المجذوم فرارك من الأسد حديث علقه البخاري في صحيحه تعليقا وفي ذاكرتي أني لم أجد من وصله وربما كان هناك من وصله يعني اجتهدوا أنتم في البحث وتفيدوننا لكن أنا لا أذكر أني وجدت من وصله فيمكن لإنسان أن يقول يبقى حديث لا عدوى ولا طيرة على عمومه ولا يعارض بحديث فرارك من المجذوم لأن البخاري أصلا ما وصله وربما كان غير موصول أصلا أو لا يوجد يعني بالإسناد المتصل فلماذا نجعله معارضا لذاك الحديث الذي كثرت طرقه أو حديث لا عدوى قد يقول قائل هذا الكلام فننظر هل ثمة أحاديث تشترك مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد في المعنى هل تعرفون شيئا لا يورد ممرض على مصح كذا صحيح هذا يمكن أن يكون من الأحاديث التي تستعمل في هذا طيب هل فيه غيره أحسنت من أوضح ما هناك حديث الطاعون إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه هذا الحديث فيه إثبات العدوى وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى مطلقا وسواء قدمتم أو لم تقدموا فالأمر سيئا لكن هذا الحديث يشير أيضا إلى هذا المعنى الذي تضمنه حديث فرارا من المجذوم إذن هذا المعنى موجود في بضعة أحاديث كما أن المعنى الآخر موجود في بضعة أحاديث فصارت الآن هذه الأحاديث معارضة لتكالأحاديث في الظاهر وليست من كل وجه ولا في حقيقتها وإنما في الظاهر فاحتجنا إلى النظر هل هذه الأحاديث مشكلة فعلا أو هناك ما يزيل هذا الإشكال عنها الجواب هناك ما يزيل هذا الإشكال والأقوال في هذا كثيرة في محاولة إزالة هذا الإشكال لو نظرتم في فتح الباري للحافظ بن حجر ستجدون أنه نقل أقوالا كثيرة خاصة عن ابن خزيمة ويبدو أن ابن خزيمة ذكر هذا الجمع واجتهد فيه في كتاب له اسمه كتاب التوكل وابن خزيمة كما قلت لكم هو بارع في هذا الفن وأظن أني ذكرت لكم مقولته حينما قال إنه ليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تهافت ولا تعارف ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينا هذه مقولة إمام وافق بما جمع من العلم وصلب أيضا في السنة في كتاب التوكل يبدو أنه أطال النفس في الجمع بين هذه الأحاديث لكن الذي ذكره ابن الصلاح يبدو أنه هو الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله والمعنى الذي أضافه الحافظ بن حجر أيضا معنا جيد ولكن مثل ما رأيتم أن الأفهام قد تختلف وقد نحتاجه إلى شيء من التركيز لتوضيح هذا المعنى أما المعنى الأول فهو سهل يعني المعنى الذي ذكره ابن الصلاح فإنه يقول أن الجمع بين هذه الأحاديث سهل وميسور وذلك بأن العدوى ليست هي الفاعلة بنفسها وإنما بتسبيب الله أو بتقدير الله جل وعلا لها فإن أراد الله جل وعلا لهذا المرض أن يعدي أعدى وإن لم يرد فإنه لا يعدي وهذا واضح بين فبعض الذين يمرضون بهذه الأمراض التي عرف أنها تعدي يكون هناك من أهل البيت من يخالطه وربما تكون مخالطته إياه شديدة كمخالطة الزوجة ونحو ذلك ومع ذلك لا يصاب بشيء من هذه العدوى ويكون هناك إنسان ربما زارهم لحظة من اللحظات فانتقل إليه هذا المرض مثل ما نرى مثلاً كثيراً في العنقز الذي يصيب الأطفال في كثير من الأحيان فيكون إخوان الطفل الذين يستعملون آلاته التي يستعمل ويخالطونه ويلمسونه ويرعبون معه إلى أقرمه نالك ما يصابون بشيء ثم أبناء عمومتهم يمرون عليهم وربما إذا عرفوا أنه فيه عنقز هربوا من البيت أخذوا أولادهم وألغوا الزيارة فيصابون لأجل هذه اللحظة هذا كثير فهذا كله يدل على هذا المعنى بأنه إن أراد الله وقدر أن تصيب هذا الإنسان هذه العدوى أصابته إذن ليست هي الفاعلة بنفسها وإنما بتقدير الله جل وعلا لها إذن حديث لا عدوى يعني أنها لا تصيب بنفسها وإنما بتقدير الله يعني كأن المنفي هنا هو أن تكون فاعلة أن تكون هذه العدوى هي الفاعلة وأما الأحاديث التي تثبت العدوى فهي على أصلها يعني فالعدوى قد تنتقل فقد يكون هناك عدوى ولكن بتقدير الله لا بفعل العدوى نفسها وبهذا تجتمع الأحاديث وهذا معنى صحيح المعنى الذي ذكره الحافظ من حجر ليس ببعيد من هذا ولكن هو معنى جيد يقول رحمة الله تعالى عليه والأولى في الجمع يعني بين هذه الأحاديث أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه يقول هو الأصل يعني أنه لا عدوى ولا يعترض على هذا الحديث بشيء فليس هناك عدوى فعلا وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيح فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول يعني أنك إذا وجدت رجلا أصابه هذا المرض وتظن أنه بسبب العدوى فلماذا أنت جعلت هذا مرتبطا بالعدوى لماذا لا يكون بتقدير الله جل وعلا سواء كانت هذه العدوى موجودة أو غير موجودة والذي دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول يعني هل الأول أصابته عدوى فيقول لا هذا بتقدير الله طيب هذا بتقدير الله أيضا كما أن الأول أصيب فهذا أيضا قد أصيب فالعدوى سواء وجدت أو لم توجد فهذا سيصاب قدر الله عليه أن يصاب كتب الله عليه في الأزل أنه سيصاب بهذا بقربه أو لم يأتي فالمرض مصيبه لا محالة يقول وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لألا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء ولا بالعدوى يعني وليس بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته إذن حتى لا يظن أن هذا بتأثير العدوى فهو صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم حتى لا تظن أن هذا إنما حصل له بسبب هذه العدوى يعني من باب سد الذرائع هذا يمكن أن يقتنع به مقتنع ويمكن أن يقتنع أحدنا بالكلام الذي ذكره ابن الصلاح وأنا في ظني أنه أقرب وهو نفي تأثير العدوى بنفسها وأما بتقدير الله جل وعلا فإن ذلك حاصل ولكن يمكن أيضا أن يجاب بأن مثل حديث فر من المجذوم ونحوها ليس شرطا أن تكون من باب سد ذرائع فقط وإن كان هذا مطلوبا وإنما تكون بسبب أن الله جل وعلا جعل السبب أو نعم جعل القدر الذي يصيب هذا الإنسان من جراء إتيان هذا المرض له بسبب هذا المريض فقد يصيبه ابتداء وقد يصيبه بسبب قرب هذا المريض منه ولكن هذا إذا قدر الله عليه أن يصيبه هذا المرض وأما إذا كان الله جل وعلا كتب في الأزل أن لا يصاب بهذا المرض فإنه سواء خالط هذا المريض أو لم يخالطه فإنه لن يصيبه شيء من ذلك وبهذا يتجلى المعنى الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى ولا طيرة والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر